تقول أن لما أسجد أصلي على النبي سلم كلما أسجد كثير أختي مهاجر اللهم صلي وسلم على عبده محمد عليه الصلاة والسلام أختي مهاجر جائز ما في بأس يجوز للإنسان أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في السجود خاصة إذا كان يريد أن يطلب حاجة من الله فلما يسجد يقول مثلا سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي العزة والملكوت والكبرياء والجبروت والعظمة هذا كله مما ورد سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة والعزة كذلك يدعو يقول يسأل الله بعزة الله عز وجل يقول يعني يستعيد بعزة الله قال فبعزتك يغويننا أجمعين والمعنى أخت الفاضلة بأنه بعد ذلك تبدئين بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تمجدين الله عز وجل أو تستعيدين بصفاته أعوذ بعزة الله وقدرته مثلا أعوذ بعظمة الله مثلا لأن الدعاء الصفة ما يجوز لا تقول يا عزة الله لا حرام يا رحمة الله هذا ما يجوز لكن الاستعادة بالصفة جائز ثم تصلين على النبي عليه الصلاة والسلام وإذا انتهيت من الصلاة على النبي وأفضل شيء الصلاة الإبراهيمية بعد ذلك تكثرين من الدعاء من خيري الدنيا والآخرة